رسول الله يا عطر السماء وعلمت الوراء درسا فدرسا من الخلق المعطر بالإباء وكم شيت للأيام صرحا قوي الروح مكتمل البناء فسار إلى الأمام طريق قوم وكان يسير قبلا للوراء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات مشاهدين الكرام في ملتقى الفكر الإسلامي ونحن نعيش هذه اللحظات العطرة في هذا الشهر الكريم في هذه النفحات لا ننسى أبدا أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات شهر الانتصارات على النفس بكل شهواتها شهر الانتصار على النفس بما يوسوس به الشيطان في نفوسنا وعقولنا جميعا شهر ننتصر فيه بأنفسنا وإرادتنا على كثير من الأمور التي تكتاح أنفسنا كنفس ضعيفة طوال شهور العام لا ننسى وأننا في شهر رمضان الكريم ونحن في شهر الانتصارات لا ننسى أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة وفعل مع أهلها ما لا يمكن أن يفعله إلا هذا النبي الكريم النبيل حينما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء هذه القاعدة من هذا النصر الكريم فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة إنما رسخ لمفهومي المنتصر حينما يكون نبيلة في هذه الحلقة والتي نعيش فيها حول الانتصارات في رمضان يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام بفضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا فضيلة الدكتور أسامة ونرحب سيدنا فضيلة الشيخ يسري عزام خادم الجناب النبوي الشريف إمامه وخطيب جامع صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة أهلا وسهلا سيدنا الشيخ يسري أهلا وسهلا لو سمح لنا سيدنا الشيخ يسري عزام أن نبدأ مع فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي حول رمضان شهر الانتصارات نعيش في دقائقه الأولى حول الانتصار على النفس وبكل ما تحمله من شهوات ثم ننطلق بعد ذلك اتباعا في هذه الحلقة إن شاء الله وعلى مدار الساعة إلى انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ومكة تفضل كبتور أسامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلى عليه وأستأذن زميلي الكريم فضيلة الشيخ يسري في أن أتقدم بين يديه وما كان لذلك لأبدأ بالحديث عن انتصارات شهر رمضان الهدية وقد تعمدت أن أقف قليلا حتى يستدعي المشاهد الكريم مجموعة من المفاهيم والتصورات التي تتعلق بمصطلح الهدية الهدية تكون بين طرفين مهدي ومهدى إليه وهي تعبر عن قيم الحب والود والصلة والقرب بين الطرفين تكون الهدية من المهدي بناء على طاقاته وقدراته وإمكاناته وما يحمله في قلب من محبة صادقة للمهدى إليه وتكون الهدية للمهدى إليه تعبيرا عن تقديره وتوقيره وإجلاله وإكرامه لدى المهدى إليه هذه الهدية أول ما ينفعل المهدى إليه به تجاه هذه الهدية أنه يستقبلها بالفرح والسرور وبالذوق والأنس ثم إنه يكون متشوقا ومتشوفا إلى أن يقوم بفتح هذه الهدية الذي غالبا ما سيجد فيها شيئا يحبه وشيئا يفكر فيه أو سيجد فيها شيئا يلبي بعض حاجياته وهذا يعود لذكاء المهدى إليه هذه الهدية إذن هو يستقبل الهدية ابتداء بالفرح والسرور ثم بالذوق والأنس ثم يكون متشوقا ومتشوفا لأن يفتحها ليجد فيها ما يدخل على قلبه السرور شهر رمضان هو هدية ربانية لنا لأن الله عز وجل أودع فيه من المغفرة والإكرام والرضوان والعتق من النيران وغير ذلك كثير لذلك أول شيء يجب أن ينفعل له الإنسان مع شهر رمضان أنه يستقبله ويعيش معه بالفرح والسرور فليس استقبال رمضان أو أن تعيش مع هذا الزمان الشريف من خلال مجموعة من الإجراءات التي تعودت عليها وفقت لا بل عليك أن تعيش هذا الزمان الشريف بشيء من الأنس والذوق كأنك تعيش مع هدية مهدات إليه هذه الهدية التي أوضع الله عز وجل فيها الكثير من الغفران والإكرام هي سبيل الرئيس لأن تنتصر على النفس وسبيل الرئيس لأن تستسمر بكل طاقة وبكل قدرة وبكل إمكانية وهبها الله لك أن تستسمر كل لحظة في هذا الزمان الشريف لتنال النظر الإلهي لتنال الرحمة لتنال الإكرام لتنال المغفرة التي أودعها الله عز وجل في هذا الزمان الشريف كلمة الاستثمار سيدنا الشيخ يسري سور عمر يعني لما بيعرفها أصحاب هذا التخصص فيقول لنا إيه يقول لنا الاستثمار يعني أن يشتري المستثمر أصولا لها قيمة طب حضرتكم بتشتروا الأصول لها قيمة دي ليه أنت مستثمر بتفكر في إيه فيقول لحضرتك أسلنا عندي قناعة إن الأصول لها قيمة لنا اشتريتها المستثمر ده أنها يعني سترتفع قيمتها مع مرور الوقت أو أنها ستدر علي الدخل والربح الإيه الوفير أو أنها ستحقق الأمرين يعني ترتفع هذه الأصول في القيمة وتدر علي الربح الإيه الوفير فأنا بشتري هذه الأصول التي لها قيمة بغرض الاستثمار طيب إحنا عندنا أصوله صحي ولا ليه أصول لها قيمة سواء كان زمان شريف أوضع الله فيه الكثير من الرحمة والمغفرة والإكرام والعطق من النيران وغير ذلك الكثير وأيضا أصول أخرى وهي الطاقات والقدرات والمواهب التي أعطاها الله عز وجل لنا القرآن الكريم يقول لنا وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة يبقى أنت عند حضرتك أصول لها قيمة سواء كان زمان شريف أو كان الطاقات والقدرات والمواهب استثمر أو أدي وجل استثمر عند حضرتك ومشيحنا بنقول الأول حاجة الانتصار على النفس انتصر على النفس باستثمار هذا الزمان الشريف باستثمار هذه الطاقات والقدرات حين نسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حين نسمع حديث الأمينات والمراغم لما صعد النبي المنبر قال أمين ثم الثانية فقال أمين والمشاهد الكريم يدرك معي هذا الحديث جيدا ففي وحيدة منها قال له جبريل رغم أنف من أدرك رمضان ثم لم يغفر له قل أمين فأمن رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هذه الأمة حتى إن بعض الصالحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول أمتي 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 حتى إن الله أرسل سيدنا جبريل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول له إنا لا نسوأك في أمتك أبدا يا محمد فقال النبي حريصا أمتي 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 فأرسل إليه جبريل إنا نرفع أمر أمتك إليك يا محمد يعني حسيبه منت دا المعنى كده يعني الصالحين بيقولون كده فما هو رد فعل سيدنا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم مخاطب الرب أترفع أمرهم إلي وأنا منهم أترفع أمرهم إلي وأنت أرحم بهم مني فإذا كان هذا الحرس من رسول الله على الأمة ثم يؤمن رسول الله على كلام سيدنا جبريل رغم أنف من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فمعنى هذا التأمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك تمام الإدراك ما أوضعه ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان من المغفرة والإكرام والرضوان والرحمة لأهله لمن استثمروا هذا الزمان إذن فإذا كان الحديث اتداء عن الانتصار على النفس فقد هيأ الله لنا زمانا شريفا نستطيع من خلال هذا الزمان أن نسقط فيه كل ديوننا أقصد هنا الديون التي بيننا وبين الله أي الذنوب تخيل مثلا أن هناك إنسانا مدينا بمبلغ باهز ولا يستطيع أن يقوم بقضاء دينه ثم إن هذا الدين قد غلب تفكيره فتجده يعني غير مستقر في الحالة النفسية أو الذهنية أو الفكرية أو الاجتماعية ربما يمنع نفسه عن بعض حاجياته الضرورية ويمنع أهله ومن يعول فهذا الدين يغلب تفكيره حياته غير مستقره إذا أخبرناه أن هناك شخصا واحدا بمقابلة واحدة منه سيسقط عنه كل هذه الدين سيزيه عنه كل هذه الهموم سيعيد له توازنه واستقراره النفسي والفكري والذهني سيعيد له توازنه مع أهله ومن يعول إلى غير ذلك لا شك أنه سيكون أحرص ما يكون على مقابلة هذا الشخص ولا شك أنه سيكون أحرص ما يكون في إكرام هذا الشخص وفي ضيافة هذا الشخص كذلك الأمر أحسن ضيافة هذا الزمان أحسن ضيافة النعم التي وهبها الله عز وجل لكم أحسن ضيافة ما أودعه الله عز وجل من إكرام في هذا الزمان فهذا الزمان الشريف فرصة لإسقاط هذه الذنوب بما أودعه ربنا سبحانه وتعالى من مغفرة وإكرام ورضوان خذ لنفسك من نفسك قبل أن يذهب نفسك فعليك أن تستثمر هذا الزمان الشريف حتى تنتصر على النفس ابتداء ثم بعد ذلك تنال النظر الإلهية والرحمة والعتق من النيران والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهله آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أسامة فقري الجندي الكلمة الآن مع سيدنا شيخ فضيلة الشيخ يسري عزام خادم الجناب النبوي الشريف إمام وخطيب جامع صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولة واغفر جنايتنا وسترك أولنا واجعل جميع صنيعنا مقبولة يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام استمعنا واستمتعنا إلى هذه الكلمة المباركة من أخي العزيز فضيلة الدكتور أسامة أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وحدثنا واستهل كلمته بقوله عن رمضان هو الهدية حقا هو هدية من الله لأمة سيدنا رسول الله وذكرني عندما قال عن رمضان أنه الهدية بقول سيد المرسي أبو العباس رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لأممهم عطية ورسول الله لأمته هدية فالعطية للمحتاجين والهدية للمحبوبين فربنا جعلنا من أهل المحبة ومن المتبعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم رمضان هو شهر النفحات شهر البركات شهر العطيات من رب العباد لأمة خير العباد أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران تأتت مشيئة الله جل وعلا واقتضت أن تكون الكثير من الانتصارات في هذا الشهر الفضيل المبارك من انتصار سيدنا رسول الله في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة في رمضان وكذلك انتصار سيدنا رسول الله في الفتح المبين في فتح مكة وكذلك انتصار المصريين في العاشر من رمضان في حرب العزة والكرامة في حرب السادس من أكتوبر سنة تلاتة وسبعين ميلادية سنة ألف تسعمية تلاتة سنة ألف تلتمية تلاتة وتسعين هجرية فكان هذا الانتصار للجيش المصري الجيش الغربي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ستكون فتن أسلم الناس فيها الجند الغربي الجند الغربي قال شراح الحديث هو الجند المصري وقال ابن الحمق رحمه الله هو جند مصر لأن مصر تقع غرب المدينة المنورة وسيدنا رسول الله قال هذا الحديث وهو في المدينة المنورة به وكذلك قال الله في القرآن لسيدنا موسى أو قال لسيدنا رسول الله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر يقصد أيضا مصر مصر الكنانة كنانة الله في أرضه مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب أن تحمي مراعيها فالشمس عين لها والليل نجواها نصر الله نبيه وجنده في يوم بدر وكانوا صائمين ونصرهم في فتح مكة ونصرهم في العاشر من رمضان أيضا فهذا فضل من الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لذلك رب العالمين يقول في القرآن الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبرين عندما تعجز الوسائل البشرية تتدخل العناية الإلهية كل الله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد ويولن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد كلمة السر في انتصار العاشر من رمضان هي أن الله ألهم الجنود في كل مكان في أرض مصر أن يكبروا بصوت واحد الله أكبر فكان النصر حليفا لهم رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا إن الإنسان استعز بالله أعزه وإن لجأ إلى الله نجاه وإن توكل عليه كفاه سبحانه وتعالى لما نلحظ كده ما كان في يوم بد إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام النصر كان حليف من الله جل وعلا لأصحاب سيدنا رسول لعدد الصحابة التمية والمشركين جاوزوا الألف والفئة قليلة إلا أن الله جل وعلا أمدهم بمدد من عنده أمدهم بألف من الملائكة ثم بثلاثة آلاف ثم بخمسة آلاف حتى إن سيدنا النبي في ليلة بدر يقف صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويتبتل ويتهجد ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم اللهم نصرك الذي وعدت وظل يدعو ربه جل وعلا حتى أطلعه الله جل وعلا أن النصر سيكون له ولمن آمن به صلى الله عليه وسلم وبعد ما انتهت المعركة جاءه سيدنا جبريل ويسأل ما تعدون أهل بدر فيكم يا رسول الله قال هم خيرون قال كذلك من شاهد بدرا من الملائكة كان المدد من الله للحبيب ومن معه من الصحابة في يوم بدر حتى إن ورد في كتب التاريخ والسير إن سيدنا عكاش بن محصن الفرازي الأسدي صحابي جليل كان مع سيدنا النبي في يوم بدر وكسر سيفه فنظر إلى سيدنا رسول الله وهم في أثناء المعركة هعمل إيه هسوي إيه فإذ بسيدنا رسول الله يأخذ جزلا من حطب عط حطب يأخذ جزلا من حطب ويحركه بيده فأصبح سيفا وناوله لسيدنا عكاشة وقال قاتل به يا عكاشة شف عود الحطب بمعجزة نبوية يتحول إلى سيف فيقاتل به سيدنا عكاشة في زمان رسول الله وفي زمان سيدنا أبي بكر وفي زمان سيدنا عمر وفي زمان سيدنا عثمان وفي زمان سيدنا علي وفي زمان سيدنا الحسن وفي زمان سيدنا معاوية في كل هذه السنوات سيدنا عكاشة يقاتل بسيف رسول الله الذي كان معجزة لرسول الله تحول من عد حطب إلى سيف يقاتل به هذا إن دل فإنما يدل على أن العناية كانت تحيط بالصحابة وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرامات الكثير نصره على هؤلاء الجند من المشركين الذين آذوه صلى الله عليه وسلم وتفننوا في إذائه أو الغزوة يحضرها صلى الله عليه وسلم ويقودها بنفسه فكان النصر حليفا له وأيضا بشره بما سيكون في فتح مكة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فيدخل الحبيب الشفيع مكة فاتحا والنصر حليفا له ولمن معه من أصحابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وينصر الله الجيش المصري في يوم العاشر من رمضان ويقف علماء الأزهر الشريف على منبر الأزهر يحثون الناس على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله يا مصر نادى المخلصون وكبروا لما تجلى في سماك الأزهر من ألف عام أو يزيد ومجده في قمة التاريخ لا يتقهقر يا مصر فيك النيل عذب سائغ لكن أزهرنا الشريف الكوثر نادى وكم نادى وقال لقومه لا عنف لا إرهاب لا تتحجر نادى وكم نادى وقال لقومه إن تنصروا رب البرية تنصر نادى وكم نادى وقال لقومه الدين يسر للحياة فيسر عندما يلجأ العبد إلى الله ينصره الله ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كن مع الله ولا تبالي كن مع الله والله معك ولي تركم أعمالكم نسأل الله جل وعلا كما نصر المسلمين في رمضان أن ينصرنا جميعا على أنفسنا وأن يرزقنا نفسا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتقنع بعطائه وتصبر على بلائه اللهم أمين يا رب العالمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يسري عزام نتحول إلى فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي والحديث عن سيد الأنام النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هذا الذي علم الإنسانية درسا كبيرا في النبل حينما دخل مكة فاتحا ويعلم الجميع ماذا قال وأهل مكة يخرجوه منها وماذا قال حينما دخل إليها قويا منتصرا فاتحا عزيزا لم يتوقع أهل مكة منه إلا كل خير فهم يعرفون من كان هو صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم هذا ليس درسا في النبل فقط وإنما هي قيم النبلاء جميعا في هذه الجملة التي قالها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء فضلت الدكتور أسامة فخر الجندي يعني من هذه الكلمات القليلة لكن يعني عظمة هذه الكلمات كبيرة ماذا تتعلم الإنسانية وأمة سيد البرية صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الكدوة الإنسانية الكاملة بما زينه ربه سبحانه وتعالى من القيم والأخلاق المنيرة حين نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وتلك هجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم هذه الآية والآيات بعدها ذكر ربنا ثمانية عشر نبيا متتالية ونحن نعلم أن الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن الكريم خمسة وعشرون نبيا بعد أن ذكر الله صفاتهم وأخلاقهم المميزة أمر الله نبيه بأمر قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله إشارة إلى الأنبياء السابقين عليه صلى الله عليه وسلم ما هو المطلوب ما هو الأمر فبهداهم اقتده أي المطلوب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن يهتدي ويقتدي بسائر الأخلاق التي كانت تميز كل نبي سابق عليه فإذا كان مثلا سيدنا إبراهيم صديقا وكان يعشق تكاليف ربه فالمطلوب من سيدنا رسول الله أن يهتدي بهذه الصفة إذا كان سيدنا إسماعيل صادق الوعد المطلوب من سيدنا رسول الله أن يهتدي بهذا إذا كان سيدنا أيوب يتسم بالصب وهكذا تخيل أن كل خلق كان يتميز به كل نبي سابق على رسول الله مطلوب من سيدنا رسول الله أن يهتدي به معنى هذا أن كل الأخلاق أصبحت مجموعة في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الإنسانية الكاملة ومن هنا كان هذا الوصف الإلهي المنير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن هنا استفاد العلماء العاملون النابهون مفهوم الإنسانية من هذا الوصف الجميل من الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الإنسانية التي تحققت في كل قول أو فعل أو تصرف أو سلوك أو تفكير كان ينبو عن سيدنا ويصدر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور عمر لا شيء في الدنيا يعادل قيمة الوطن والمقياس الحقيقي الذي نقيس به انتماء الإنسان لوطنه إنما يظهر في مدى وفاء ونبل ومروءة هذا الإنسان مع وطنه فإذا كان يتسم بهذه الصفات صفات النبل والوفاء والمروءة فستجده يبذل طاقاته وإمكاناته وقدراته نحو إعزاز وطنه وإكرام وطنه ونحو تقدم هذا الوطن وصناعة الحضارة وصناعة العمران في كل جوانب الحياة هذا ما كان يرسخ له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سمو الأهداف وشرف المقاصد ونبل الغايات يقتضي سمو التطحيات ويقتضي شرفها ورقي منازلها ولا شك أن من أسمى وأشرف وأرقى هذه المقاصد ما كان في مواجهة أعداء الوطن القصة بإيجاز في فتح مكة والتي من خلالها نتعلم إنسانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية كان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وهذا العهد من الذي ينظم يعني العلاقة بين المسلمين والمشركين من بين بنوده الرئيسة أن من أراد أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم أو عهده يسخل وأن من أراد أن يدخل في عقد المشركين يدخل فدخلت قبيلة خزاعة في عهد سيدنا رسول الله يعني أصبحت حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت قبيلة بكر في عهد المشركين يبقى ده حليف النبي صلى الله عليه وسلم وده حليف المشركين مع الأحداث والتطورات وهذا العهد كان ينظم العلاقة بين المسلمين والمشركين مدة عشر سنين لكن حصل شيء إيه هو الشيء انتهكت قريش هذا العهد وانتهكت قريش هذا العهد عملت إيه أنها وقفت مع أحد حلفائها في الإغارة على خزاعة طب ما يخزها دي حليفة من دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فانتهكت هذا العهد فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ هنا الحركة نحو مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرس ما كان عليه أن لا يكون هناك إراقة دم حتى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب في جيش يعني وصل إلى عشرة آلاف جندي ولما وصل النبي بهذا الجيش إلى مكة ودخل الظلام فأمرهم بأن يعني يشعلوا ناراً فتخيل حضرتك هذا المنظر المهيب أن يضيء عشرة آلاف جندي عشرة آلاف شعلة مما أوقع في قلوب المشركين الرعب وكان النبي حريصاً على أن لا يكون هناك إراقة دم ويأتي أبو سفيان وكان سيدة كريش وقتها ويرى هذا الأمر ويعني الرعب ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مكة فاتحاً منتصراً متواضعاً صلى الله عليه وسلم وهنا تحدث أو تأتي هذه العملية التي تخبر عن إنسانية سيدنا رسول الله يعني ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا خير أخ كريم من أين أتوا بهذا الأمر أتوا بها من الخلفية السابقة التي كانت عندهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين هو صاحب البر هو صاحب الوفاء هو صاحب المرؤة هو صاحب الصلة هو الذي يدعو إلى الإنسانية والرحمة والذوق والأنس وكل ما يحقق قيم السلام هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها منتصراً وهم الذين أخرجوه سابقاً صلى الله عليه وسلم لكن لما دخلها منتصراً ومعه الطاقة والقوة والإمكانية والقدرة رسول الله يعلمنا أن الإسلام ليس انتقامياً ولكن الإسلام يحب التسامح والرحمة فعفى عنهم جميعاً عفواً غير مشروط عفواً يعني عفواً كامل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدأ بعد ذلك في ترصيخ قيم السلام وهذه فلسفة النبوة وفلسفة الدين الإسلامي هذا عن فتح مكة بشيء من الإجاز وإن كان كلمة فتح سيدنا الشيخوسي طبعاً يعلم ذلك جيداً يعني لما أقول فتحة كلمة فتحة دي لها معاني كتير قوي فممكن تيجي في الأمر المحس الأمر الحسي زي إيه فتح الباب أو فتحة المغاليق أو فتحوا أمتعتهم وممكن تيجي في الأمر المعنوي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني من الخير وغير ذلك وممكن تأتي بمعنى الفصل والحكم ربنا فتح بيننا وبين قومنا بالحق وتأتي بمعنى النصر إن فتحنا لك فتحاً الفتح ده كان فيه كل المعاني دي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشان كده إحنا تعودنا مع بعض نقول إيه فتح الله علي صح ولا لا إنما هنا ربنا لما قال إيه إنا فتحنا لك فتحاً إيه فتحاً مبين طيب تعالى بقى نجري كده بسرعة ونروح للعاشم من رمضان سيدنا شيخ يسري يعني هو عمال يتكلم كده عن عاشم من رمضان يعني كأن الله يفتح لنا وعلينا ببعض الإيه ببعض الأمور ماشاء الله مصر كما شاء الله سبحانه وتعالى أن يفتتح البشرية بسيدنا آدم عليه السلام وأن يفتتح النبوة أيضاً بسيدنا آدم عليه السلام شاء الله بحكمته أن يصطفي مصر لتكون على أرضها أول رسالة من السماء إلى الأرض عن طريق نبي الله إدريس ومن العجيب حين تقرأ في سيرة ابن إسحاق أنه كان في حياة سيدنا آدم عليه السلام لأن ابن إسحاق يقول لك إدريس عصر من حياة آدم ثلاثمائة وثماني سنوات طيب لما نيجي الرتب سيدنا آدم ثم سيدنا شيس أو شيس على اختلاف النطق أو الروايات ثم سيدنا إدريس سيدنا ديس كان عندنا احنا في مصر والنبي يتمم شريعة من كان قبل يبقى نفس الشريعة اللي كانت معه سيدنا آدم عليه السلام يبقى اصطفى الله مصر لتكون على أرضها أول رسالة من السماء إلى الأرض عن طريق نبي الله إدريس وفي حياة سيدنا آدم عليه السلام تيجي تقرأ في سير سيدنا إدريس يقول لك أول من خط بالقلم أول من علمه الله علوم الفلك أول من تعلم علم السنين والحساب أول من خاط الثياب أول من تعلم العلوم المدنية والسياسة إلقى مالدة طبه النبي بينقل هذه العلوم لمن لأهله لقوم للمصريين فمصر عرفت التوحيد وحيا إلهيا منذ فجر الإنسانية عن طريق سيدنا إدريس وفي حياة سيدنا آدم عليه السلام وجمعت مع التوحيد وحيا إلهيا علوم الحضارة وعلوم المدنية حتى إننا لا نريد أن نؤرخ كثيرا لما كده نمرر سيدنا يوسف سيدنا إبراهيم سيدنا موت كل هذا كان عندنا في مصر حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني ستجد هذا الوحي الذي يتجدد على أرض مصر في حياة سيدنا يوسف في حياة سيدنا يعقوم في حياة سيدنا إبراهيم في حياة سيدنا موس في حياة سيدنا عيس الوحي يتجدد صاهر سيدنا إبراهيم المصريين من خلال السيدة هذا جدد المصهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال السيدة مالية وأنجب منها ولده إبراهيم كانت هناك هدايا من المقوقس عظيم مصر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبيب كنا مشهورين بالطب والعسل الذي كان من بنها وغير ذلك كثير إذن إذا قرأنا جيدا في التاريخ لا بد أن ندرك قيمة مصر حتى حين دخل الصحابة أكثر من ثلاثمائة صحاب دخلوا إلى أرض مصر وهؤلاء الصحابة منهم من روى عن سيدنا رسول الله وجلس إليهم المصريون فأخذوا عنهم واستمعوا إليهم وحدثوا عنهم عن سيدنا رسول الله فدخل رجال من المصريين في سند صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لهم ثم يأتي علم الرجال الذي يعني يقوم بدراسة هؤلاء الرجال الذين رووا عن سيدنا رسول الله وتسطر أسماء رجال من المصريين في سند صحيح فلن ندرك هذه القيمة العاشر من رمضان سريعا انظر إلى هذه العقلية المصرية قيمة التخطيط قيمة الترتيب هذه العقلية التي كانت تدرس بعمق الحالة شوف كيف اختاروا السنة وكيف اختاروا الشهر وكيف اختاروا اليوم وكيف اختاروا الساعة واللغة نعم واللغة هذه طبعا كما نعلم في أصوان إلى غير ذلك لكن اختاروا شهر أكتوبر والذي كان يوافق شهر رمضان في ذلك النصر كان يناسب أنسب تقص دولي لأن مصر فتحت على إفريقيا وأوروبا وأسيا كان يناسب أنسب تقص مناخي لأن شهر أكتوبر كان وصل كده بين الصف والإيه والشتاء كان الشهر ده بيسموه شهر المنورات العسكرية فيبقى الجيش المصري بيتحرك كأنه في المنورات العسكرية لكنه بيتهيأ لإيه لموضوع الانتصار إن شاء الله كان في هذا الشهر عدد كبير من الأعياد لدى العدو وغير ذلك طب تعالوا بسرعة كده نروح لليوم اليوم السادس من أكتوبر اللي هو كان يوافق لعشر من إيه من شهر رمضان نلاقي أن اليوم ده كان فيه عيد كيبور أو عيد الغفران وكان العدو دايما كده لما بيحب يستدعي يعني الجيش عن طريق اليوم ده باكت الدنيا تبقى متعطلة كانوا بيدرسوا يعني الأعياد وديه عقلية المصرية كان هذا اليوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر القمر يعني هه يقترب أن يكون بدلا يبقى سلاح المهندسين لما يتحرك يتحرك تحت نور القمر كان اليوم يعني يصل إلى أقل مدى في المد والجزر عشان عبور القناة إلى غير ذلك طيب الساعة الساعة 2 الضهر عشان تبقى شعة الشمس في ظهر العدو لكن في ظهر جيش المصري لكن في مواجهة العدو فإذن علينا أن ننتبه إلى هذه العقلية المصرية التي خططت ودبرت وتأملت ونظرت وتعلقت وأحكمت العقل يعني إحكام وحكمت العقل إحكاما جيدا في وسائل النص كل هذا يسمى بحسن الأغذي بالأسباب لكن فوق كل هذا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى لذلك كان يعني النشيد الذي نسج في هذا الانتصار عنوانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولذلك في يوم بدر ويوم فتح مكة يعني سر النص سيدنا شيخ أصار يعني أشار الإشارة اللطيفة الدقيقة المنيرة سر النص مش في قلة العدد لا ده إيه بلى إن تصبروا وتتقوا هذا يمجدكم رواء فالمدد موجود المدد يكون من عند من؟ الله لكن من الذي يستحق هذا المدد؟ الله ليس للصابر فقط لأن العدد ممكن يصبر برضو ولكن مع التقوى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فائركم هذا يمجدكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة فكان النصر العزيز لاتصال أنفس المصريين بالله سبحانه وتعالى ولزيادة قرب من الله سبحانه وتعالى تحمل للمشقة مع صيام في مثل هذا الزمان الشريف فهذه هدية من الهدايا أيضا التي أوضعها الله في هذا الزمان الشريف وهذا انتصار جديد يأتي على أيدي المسلمين ويأتي على أيدي المصريين في كثير من المشاهد التي أتى فيها النصر من الله سبحانه وتعالى لنا كمسلمين ولنا كمصريين بارك الله فيكم فضلت الدكتور وسما فقر جندي الحقيقة كانت تأصيلا بديعا وسيدنا الشيخ يوسري عزم يحدثنا عن النفحة التي جاءت لسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه في هذه الرؤية الصالحة التي أخبر بها الرئيس الشهيد محمد أنور السادات حينما قال له إن شاء الله الجيش المصري منتصر ومن بعدها يحدثنا أيضا فضلت الشيخ يوسري عزم عن هذه الدروس المستفادة من هذه الانتصارات في هذا الشهر الكريم بالنسبة للرؤية التي رأاها سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود وكان شيخا للإسلام في وقتها كان شيخ الجامع الأزهر ورأى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظر قناة السويس ومعه مجموعة من الصحابة فبشر بها الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات وبشره بالنصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية في المنام يعبر قناة السويس وفي بعض الروايات أيضا قيل أن سيدنا الشيخ صالح الجعفاري أيضا رأى رؤية كهذه الرؤية وسيدنا الشيخ الخطيب بشر الرئيس السادات بالحرب والرئيس السادات له موقف قبل حرب العاشر من رمضان ذهب إلى مكانين المكان الأول ذهب إلى الكعبة المشرفة وصلى داخل الكعبة ودعا ربه والمكان الثاني ذهب إلى المدينة المنورة التي تنورت بسيدنا رسول الله واستأذن ودخل الحجرة النبوية وصلى فيها واستأذن من سيدنا رسول الله فكان في مدد وكان في نفحات مباركة وكان النصر حليفا للمصريين في هذا اليوم لأنهم يعني توكلوا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه لما العبد يلجأ إلى الله الله ينجيه سبحانه وتعالى فكل دي كانت بشارات والرئيس السادات أخذ بها حتى يقال أن الرئيس السادات كان قبل الحرب بساعة في رمضان يصلي في مسجد في حديق الأبة اسمه مسجد السادات حتى الآن هذا اسم المسجد صلى فيه وانطلق من بعد صلاة الظهر إلى إدارة الحرب مباشرة وكان صائم وكان الجنود صيام فوفقهم الله سبحانه وأمدهم بمدد من عنده حتى مكتوبة دكتور عمر في الطورة من أراد مصر بسوء قصمه الله الإنسان اللي يريد مصر بسوء ربنا ينتقم منه وكان سيدنا عمر بن العاص لما تولى إمارة مصر أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له إن ولاية مصر تعديل الخلافة تخيل ولاية مصر تعديل الخلافة على كل شبر من أرض مصر تجد قصة بطولة لشهيد من الشهداء لصحابي من الصحابة لعندنا مكان في المينيا في البهنسة الغراء في خمس تلاف صحابي دخلوا فتح مصر مع سيدنا عمر بن العاص ودوفنوا هناك حتى يقال بأنه بقيع مصر لأن في خمسة آلاف من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا مسجد سيدنا عمر بن العاص من أول مسجد في الإسلام بعد الحرم النبو الشريف والحرم المكي بني سنة عشرين هجرية في فتح مصر لما دخلها سيدنا عمر بن العاص وحدد محراب هذا المسجد حوالي عن مئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر كثيرة في فتح مكة أول درس من هذه الدروس إن العبد يأخذ بالأسباب زي ما أشار الدكتور أسامة الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله الصحابي يقول لسيدنا النبي رسول الله أعقلها وأتوكل ولا أطلقها فقال أعقلها وتوكل هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم عايز أقول لإخواننا المشاهدين إن مصر محفوظة بحفظ الله مصر بلد الأظهر الشريف مصر بلد النيل والنيل من أنهار الجنة قال صلى الله عليه وسلم النيل والفرات وسيحان وجيحان كل من أنهار الجنة يعني لو مشينا وسفرنا إلى كل بلاد العالم ما من عالم في أي بلد من بلاد الدنيا إلا وتجد للمصريين عليه فضل إما في سند حديث وإما في تفسير آية وإما في تعليم قرآن لأن مصر كما قال شيخنا الشيخ الشعراوي هي التي صدرت العلم إلى البلد الذي نزل فيه القرآن عبر أزهرها الشريف وقيل بأن القرآن نزل بمكة وقرأ بمصر أفضل قراء العالم في القرآن الكريم من مصر الإجازات في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصريين كعب عالي في هذه الإجازات ولهم باع طويل فيها عايز أقول أن من الدروس والعبر أن العبد مهما وصل في الإعداد والاستعداد فلابد أن يطلب المدد من الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم الفضل كل ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى وإن يعني العبد بقى في وصل بالله واتصال بالله الله يجري على يديه العجائب كل معجزة لنبي جازت أن تكون كرامة لولي إلا أن النبي يتحدى قومه بها والولي لا يتحدى بها كان اليهود يقولون عن خط برليف أن هذا الخط لا يستطيع أحد أن يقتحم هذا الخط ولكن إرادة الله فوق كل إرادة لله رجال إذا أرادوا أراد فنسأل الله أن يحفظ مصر يعني وأن يديم علينا الأمن والأمان وعلى سائر بلادي العالمين اللهم أمين اللهم أمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يسري عزام نتحول بهذا السؤال أيضا الدروس المستفادة من انتصارات شهر رمضان المبارك وانتصارات العاشر من رمضان فضلت الدكتور أسامة فخر الجندي ونحن نعيش ونتعايش مع ذكرى هذه الانتصارات يتأمل الإنسان مواقف كثيرة منها أن هناك القوة حينما يشعر الإنسان بقوته كيف يكون نبيلا كما كان صلى الله عليه وسلم يعني هذا غيض من فيض من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم جميعا كثيرا من نبله حينما أرسل رب العالمين ملك الجبال بعدما آذاه أهل الطائف وهذه القصة الشهيرة وكان جوابه صلى الله عليه وسلم ما عليه لو أردت أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت فقال صلى الله عليه وسلم لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله يعني أشد ما نحتاج إليه هو الخلق النبيل في هذا العصر الذي نعيش فيه فكدرس مستفاد إضافة إلى ما تضيفه فضلتك من الدروس المستفادة هو أولا يعني نعرك سريعا على موقف الطائف قبل أن ندخل مباشرة على مفهوم النبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن اضطهده قومه وأرادوا إخراجه من مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتهد وبذل طاقاته الممنوحة له من الله عز وجل وهذا ما يسمى الأخذ بالأسباب فانطلق إلى الطائف ليجد فيهم النصير أو ليجد فيهم المعين ونحن نعلم القصة كاملة وما هو الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء مملوء باليقين في الله سبحانه وتعالى والثقة فيه فما كان لله عز وجل أن يخذل رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا النبل في أدق معني لأن من معاني كلمة النبيل حين أقوله هذا إنسان النبيل فالنبيل هنا يأتي بمعنى الذكاء الذي يحسن إدارة الأزمات الذي يحسن التصرف ومن هنا علمنا جيدا أن من يحسن إدارة الأزمات هو الذي يحسن إدارة التصرف ولذلك نحن عندنا ثقافة اسمها ثقافة الهدوء كما أن هذا الجسد يحتاج إلى الطعام مثلا الذي من خلاله تكون البنية وغير ذلك فأنت لا تريد المبالغة في هذا الطعام وإنما تريد ثقافة الهدوء سيدنا ربنا سبحانه يقول لنا وكلوا واشربوا ولا تصرفوا تمام كده لإن نسمع عن مشاكل في القلب أو الصمامات فيها كذا أو الكبد كل الأمور دي هي أعراض لمرض واحد ده مش أمراض متعددة هذه أعراض لمرض واحد المرض ده اسمه التخمة التخمة دي تيجي منين أهو ولا وكلوا واشربوا ولا إيه تصرف فإحنا عايزين ثقافة الهدوء حتى لا يؤدي المبالغة في ذلك إلى هذه الأمراض طيب عندنا الرياضة تحتاج إلى الرياضة عشان يعني العضلات وغير ذلك بس نمش عايزين المبالغة فيها يبقى عندنا ثقافة الهدوء في الطعام ثقافة الهدوء في الرياضة ثقافة الهدوء في التفكير لإني أنا لو وصلت الأزمة ما أو مشكلة ما ولم أحسن إدارة هذه المشكلة إيه اللي هيحصل لي هيحصل لي حاجة اسمها تضخم المشكلات صح ولا لا هيبقى في شيء من التشاؤم في شيء من الطيرة في شيء من اليأس في شيء من الإحباط لا الفلسفة عندنا غير كده خالص إحنا عندنا فلسفة اسمها فلسفة التفاؤل صح ولا إيه فلسفة عدم اليأس فلسفة الرؤية المستقبلية فلسفة أن تتعلم من الماضي لتؤصل للمين للمستقبل هذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوة ولا طيرة كان هناك شيء من التفاؤل هناك أزمة لكن هناك حسن إدارة لهذه الأزمة حسن تفكير أدى لحسن إدارة هذه الأزمة استثمر طاقاته وقدراته وإمكاناته قدر استطاعته لما انقطعت به الأسباب أصبح مضطرا يبقى هنا درس عظيم جدا أنا لا أذهب إلى الله عز وجل ومعي الأسباب لا استثمر الأسباب الأول واستقبل يد الله الممدودة إليك بالأسباب فإذا انقطعت بك الأسباب أصبحت مضطرا هنا أمن يجيب المضطر إذا لذلك كان دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين حصلت الحفاوة من الملأة الأعلى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت الجفاوة من أهل الأرض طيب فحين أقول هذا إنسان النبيل أي هو يستطيع إدارة التصرف أو هو يستطيع حسن إدارة الأزمات هو يتميز بالذكاء يعني استدعاء المواقف مع حسن الصياغة مع حسن إدارة يصل به إلى حسن التصرف ويصل به إلى السلام هذا ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فهنا كل انتصار حدث في شهر رمضان كان في حد ذاته فتحا جديدا لواقع جديد كان لصيحة الله أكبر وستجدها في كل الانتصارات يعني ستجد كده الأرضية المشتركة في كل الانتصارات كانت الله إيه؟ كانت الله أكبر كان لهدوي يعني يزلزل حصول الباطل كان لهدوي وسلطان دخل جنودنا تحت هذا الشعار فجعلوا أنفسهم في معية ربهم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني ارجع لكلام سيدنا الشيخ يسري كن مع الله فمن كان مع الله فلا شيء إيه؟ فلا شيء عليه إذا جعلت نفسك في معية الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أي شيء أن يجترئ عليك لأنك مع من خلق كل شيء إحنا أي قوتين كده مع بعض أي قوتين ماشي كده القوتين هنا اللي معها العد أوي والعتاد هي التي تهزم لكن لما تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى خلاص أصبحت مع من خلق كل شيء فلن يستطيع أي شيء أن يكترئ عليك إذن هذه قوة مادية ملموسة فيها علم حديث لكن إحنا مع القوة المادية الملموسة ومع العبقريات المادية دية والصلابة إحنا مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف المصرية برك الله فيك شكرا جزيلا سيدنا الشيخ يسري عزام خادم الجناب النبوي الشريف إمام وخطيب جامع صلاح الدين من علماء وزارة الأوقاف برك الله فيكما وشكر الله لكم وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة وإلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا